توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السلع الرسمية حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 59 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السلع الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 38 طن كما تم ضبط 11 طن إسمنت في مجال البيع بأزيد من السلع لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينها 174 قضية خبز ناقص للوزن و180 قضية خبز غير مطابق للموصفات كما تم ضبط سلس قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 15 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية موسيقى موسيقى